ما ترىك في قصة النهاردة؟ بوسي القصة النهاردة أولا قصة عارفة يعني لما طلع من الكتاب لأن دي القصة بسردها بالمواقف بتاعتها الآخر موقف فيها الموقف اللي هو اتهامها فيه كل ده انت لو قريتي كتب عين من نفسها طلع القصة دي بحزافرها بيوصل لكده في الآخر أنه يتهمها هي في شرف اه 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 واكتر من كده كمان وبيحصل اكتر من كده بس الحتة دي بالذات بقولك طلع من كتاب وانا قاعدة بقرأ القصة بتاعت نهد طبعا انا يعني قلبي معاها دمك محروق من ساعة ما دخلتي هامل اه ده حقيقي هو انا دمي محروق بس انا هقولك دمي محروق ليه انا مش دمي محروق منه انا دمي محروق من عدم الوعي المجتمعي لبني ادم السلوكه مش سوي يعني انت الحاجة دي الموضوع ده بتاع هذا الشخص انا مش قادر حتى اقول هذا مش عارفة حتى شخص صعبا صعبا وانا بطلع بس هذا كائن خليني احطها في اطار علم نفسه عشان نتكلم كلام علمي وبعدين نبقى نخش على مشاعرنا ايه وايه للمفروض نعمله وايه للمفروض نتعلمه من المواقف دي مبدئيا ده مرض اسمه فيوريزم او اللي هو اطراب يعني مش كلمة بص بصة زي ما احنا بناخدها ان واحد بيعكس واحدة ولا بيغمس لها لا لا هي اسمه اطراب التلصص او اطراب البص بصة ده بترجمة باللينج ديزي اسمه فيوريزم او فيوريستيك ديس او ده مرض خاص جدا ده مرض يعني بنكلم يندرك تحت الشزوز تمام يندرك تحت امراض الشزوز المرض ده بقى يا ستي مش يعني فيه منه مش مرض اللي هو فيه منه السلوكي وده بيحصل كتير خلاص امتى يتقلب السلوك لمرض يقولك بقى في الكتب بتقولك ايه بتقولك اول لما يبقى بعد سنة 18 ولما يكون الموضوع وصل لدرجة ان هذا الشخص بيسيب شغله بيسيب اهتمامات بيسيب مسئولياته ما بيقدرش يتعامل مع الحياة اللي هي انا متجوز يعني انا ابي يعني انا زوج يعني اللي هو يتعامل مع مسئوليات الحياة بمسئولية ورصانة يعني ابتدى يبقى الموضوع موضوع ادمان مش بيطلع فوس وطوح بيتهم بس لقدر يروح لغاية اختها بدلا وعادة وعادة يقولك ايه يعني في الكتب يقولك ايه عادة ما بيبدأش العلاج الا بعد ما بيطابد عليهم لازم ربنا يرفع عنه ساتره لازم لما يعني علشان ليه لان الادراك بتاع المجتمع بيقولك ما هو قص ده سلوك الكائن ده ما بيقدرش يقوم بواجباته تجاه زوجاته او تجاه نفسه لان بقتهي دي اشباع لي يعني اللي هو يتفرج على حد ده اللي بيخالي الادرنالين يضرب في جسمه ويبقى متشوز والفوريزم ده يا سالي اللي هو ايه انا اتفرج على حد هو ما يعرفش انه بتفرج عليه يعني لو هو عارف ده ما يعجبنيش وبالتالي مرض اتراب التلصص فانا ما اتبسطش ولا يشبع رغبات عنده لو هو في وضع طبيعي او الناس واللي قدامه ده عارف انه هو حد بيتفرج عليه ما يبقاش ساتسفايد او يشبع هذه الرغب بالظبط كده طيب هل ده مرض يا ريام اه ده مرض لما الشروط اللي انا ذكرتها دي تتنفس طيب هل ده بيبان امتى اه ده بيتبان من المراقة ومن السن الصغير ازاي بقى اقولك عادة مكتوب في الكتب يقولك الاتي نمرة واحد ممكن يكون هذا الشاب هو على فكرة بيبقى للشباب والشابات بس هو عند اه بس عند الرجالة اكتر خلاص ده الكتب بتقول كده مش كلامي طيب عند الرجالة بيبتدي باترابات زي ايه يكون تعرض لانتهاك وهو صغير مثلا او وهو صغير شاف مشهد مش المفروض يشوفه سواء في وسط الاهل سواء مع الاخت سواء مع ولاد الخالق يعني شافهم وهو صغير خالص لسه ما يعرفش ابتدى يبص على مشاهد او يتعرض ان هو شاف حاجة مش المفروض يشوفها في عقله ما استوعبهاش ما عندوش ادراك انه ده موجود ده واصبح هو ده مفهوم مفهوم السعادة والاكتفاء بالنسباله فلما هذا الشخص حياته تضطرب لدرجة انه ما يعرفش يقوم بالواجبات الطبيعية بتاعته تجاه مراته او اكتجاه شغله او اتجاه مسئولياته اترحيت ولاده ايه ما تكلمتش عن شغله صحيح خالص ما تكلمتش عليك اب بحاجة انا بقى عايزة احط بقى نقطة من هنا يا سالي علشان الناس تفهم كويس قوي هذا المرض يريد ما نبصلوش على اساس ان هو ده بني ادم بس مريض وفول ستوب ونقف على كده او دي مشكلة في العلاقة ما بين الزوج والزوجة زي ما هما بيقولوها تلاقيك انتي مع عملتي مش مهتمي لا ان هي ان هو مش كده الموضوع مش كده يا جماعة الموضوع لهو مشكلة مرضية للشخص ولهو مشكلة علاقة زوجية ده مشكلة عائلة ومجتمع ليه انا لما بعمل كده يعني بنتهك خصوصية شخص فبالتالي انا بأثر على البني ادم ده وبالتالي هذا المرض لا حتى لو هو مرض لا بيتسجن ولا بيتحاسب ده من الامراض اللي بيتسجنوا بسببها يعني ما بيقولش ان ده خلال ليه لان انتي بتنتهك خصوصية شخص قدامك والشخص اللي قدامك ده انتي ممكن تجبيله اللي هو ما يعرفش انه يتبص عليه ممكن تجبيله حالة نفسية من كتر الخوف مكيد اختار في ترموه مش بسدار في عزمة نفسية وصدمه اشتركوا في القناة